قصة خطيرة هذه الحالة اللي نعرض عليكم اليوم ما عنداش علاقة يعني بالطرابات الجنسية مباشرة ولكن يعني بطريقة أخرى وهذه القصة هذه يعني مهمة للغاية ضروري يعني تهتم بها بالنسبة للأباء تتهتم الأباء تتهتم الأبناء تتهتم الدراري تتهتم كل المجتمع أشنو هو القصة لها الحالة هذه هذه حالة واحد السيدة المهمة اللي كانت شوية دائما على الريزو سوسيو تتعرفوا دباء حاليا يعني كل الناس ما بقى تشوف تلفزيون كل الناس تشوف فيسبوك انستغرام يوتيوب أو لا تيك توك يعني يدور ربعة لمشهورين في العالم ته واحد مبقى يشوف يعني تلفزيون تقريبا والسيدة هذه طبعا متزوجة وعندها جولدات عند ابنتها صغيرة وعندها ولد كبير فعمره تقريبا أشياء 20 سنة وهي شوية ساعة ساعة تدخل المهمة خدمة مع صدقة خير الحمد لله مع رجلها مزيان وكذا وربما يعني كانت تجيها بعض الحالات ساعة ساعة دير شيء حالة ديال القلاق الاكتئاب المهم ككل الناس تدخل يعني الفيسبوك وتتبقى تصفح يعني الصفحات فإذا واحد السيد تصل عليها يعني بغي يتعرف عليها إذن هنا احتطوا يعني أنا بني تصل عليكم شي واحد يعني عمركم تتعرفوا يعني على أي واحد يعني يقدر هات سيد اللي رأي تصل عليكم يعني يمزقك ويمزق الأولاد ديالك ويخرج على الحياة ديالك تماما عندما يتصل عليها ذاك سيد يعني المهم هو ضرياف وكذا وكلام دياله حلو وسميته المهم بدأت واحد العلاقة يعني تقريبا شي بها غرامية شوية ولا شي حاجة بحلقة عاطفية يعني كما قلنا السيدة متزوجة مع دات شي مشكيل اللي لا ما دياله معناوي لا اسميته ولكن هي شوية سنسيبل هذا القضية مهمة رنضرو واحد الموضوع على يعني باش نفهمه هات سيدة اش كيفاش تدخلات لهات المصيبة هاتي اللي رأي توقع لها فطبعا مني دخلتي يعني في ذاك العلاقة مع ذاك السيد هذاك هاتك السيد هي ما عرفتش حقيقة وهي نية نايف دونك يعني دائما هذا الوقت هذا سكم ما تكونوش نية سكم تكونو يعني بحل ديب يعني ما شه اللي قال لك شي واحد يعني اتق به وما شه اللي قال تصل عليك تسمع له وما شه اللي قال لك يعني شي حاجة تقول أنا موجود لا يعني سكمنا بلسجيستيبل إسان سيبل نايف نشوف الفرق شي موضوع هذا مهم لأنه عنده واحد الآثار كبيرة على الشخصية ديال الإنسان طبعا هي بدت معا في علاقة واسميته وبدأ هو تتقرب للسيدة هذيك من بعد أعرف على أن ذاك السيدة عندها ولد كبير ومجوجة وعندها بنتا صغيرة تتقرب خريبا تسع سنوات المهم يعني وبدأت لقاها وكذا واسميته سواء الأكتر هي في الاريزو السوسيو يعني في فيسبوك ويعني وعرضت عليه شنوبا يعني والمهم خرجوا وشربوا قواه لها برها وكذا وبدأتشي علاقة شوية عاطفية وهو يعني حقيقة يعني كتير يعني يعني نقوله تلعب على العقول لأن تكون مانيبولاتور يعني تدخل معك بوحد طرق جهنمية باش يسيطر عليك يعني أو اسميته بحل اللي عدنا نحن نقوله بعد نبات في المغرب يعني أولى في العالم العربين نقوله الفقية مثلا ولا الشابين والروقات وكذا هدو تستعملوا طرق باش ينوموا الناس والناس يكونوا عندهم واحتقاهم يا اسميته وتيبقى يعني يديروا أي حاجة ذاك الانسان تيتصرف فيهم كما أبغى يكون إذن هنا كما أشعرنا تصرفة الإنسان هي نتجة على طبيعة الاعتقاد التي يحملوا الإنسان المهم دي يتقرب لها وكذا واسميته جاء عندها الضار وكذا وعرضا حتى ما جاء شرب قهوة معها واسميته أو من بعد يعني هو اللي عنده الغراض ماشي بيها ذاك شي هذا هو القصة هي هذه بالمناسبة رقم الواتساب 06-640-033-30 أو 06-640-095-50 ورقم العيادة 05-22-26-90-52 منذن هو حقيقة ما عندهش الغراض بهذا المرأة هو يعني يعني عنده ميول الأطفال بيدوفيل ليه بيدوفيل تيكون عنده ميول الأطفال يعني وتيستعملوا أي أنواع طرق بايش يتقربوا ذاك الطفل فكرتني هاد القصة هادي فواحد سيد كان واحد يباجع عندي العيادة من هولندا ودخل عندي العيادة وقال لي الله يخليك أنا فنجبر الأطفال الصغار يعني أنا استغربت منه وقال لي كيف هاشتغبر الأطفال الصغار قال لي نتنا عارف ونقدر نجبرهم في الحمامات ونقدر نجبرهم بسميتو إذن جاي من هولندا حيث بيدوفيل يعني باش يعني يقلب على الدهرالي الصغار احنا عدنا في البلاد ثم يعني قصة داخلة ديال واحد سيد اللي مثلا كان تيقع دي الأطفال ديال الناس واللي زعم تهوة يستعمل طرق جهنمية باش يتقرب الأطفال وكان عندي واحد سيد تهوة راقي يعني هاد سميتو وهو تي تقرب تهوة الأطفال بيدوفيل بيدوفيل أو للي تيميل الأطفال تيكون عندهم الغارات ماشي من ناس كبار ولكن بدير يصال المهم هو استحوذ على العقل ديالها ونتابعه القصة حتى على أنها يعني شي نو بطلب منها قال الله يخليك خليها يعني البنية ديالك يعني ضريفة وكذا وجابها عنده يعني تعطاته الأم يعطاته يعني البنت البنتها وباتت معها دك السيد دك الليلة طبعا من بعد الولد ديالها الكبير عرف القصة بلغ عليها لأن هذه الحادثة حقيقة سميتو بلغ عليها وكذا وده بهيان قلو زعم تمنعات أولا رجلها تلقها ثم تمنعات مثلا أنتشوف بنتها والعلاقة يعني زعم سميتو إذا اندخلت واحد الحال تكتئاب شديد وإذا تقول كيفاش أنا تصرفت هالتصرف هذا كيفاش أنا عطيت بنتي لواحد السيد اللي مشتبت معاه وهو يعني بيضوفيل ما عارش تشعرف النبلولة إذا الحقيقة يعني في هذه القصة هذه يعني حنا تنبح على كيفاش هالتصرف هذه قامت بهذه العملية هذه كأم يعني وتخلي ولدها مثلا بالزفد الأمهات مثلا وبالزفد الأباء بعد نبات يعني يخلي أولاده يمشي عند الجيل يمشي عند كذا يمشي وسميته يباته عند هذا مزق لها الحياة ودخلت في اكتئاب وطلقها وحرمت من الأبناء ومشكل كبير حاليا دن يعني هي كانت شوية سنسيبل كثيرة الحساسية من صفات الشخصية ديالها نايف يعني نية يعني سيطر عليها بوحد طريقة يعني جهنمية واستحوذ على الأقل ديالها وربما يعني واج كذلك يعني سنسيبل ونايف سيجيستيبل سيجيستيبل هي أنها يعني الواحد غيض غير تقول لك دير تدير صاوب هادي تتصاوب يعني تسيطر عليها بالعقول على هاد الأساس تلاتها ولذلك حقيقة يعني إذا بتتعيش بوحد الحالة الاكتئاب وانا اشتاء يعني في القنو لأن تتعاني بوحد الاكتئاب خطير فقدت منتها تطلقات تسميت كل شي عن طريق الفيسبوك عن طريق الريزو سوسيون كيفاش تستحوذ عليها هاد الراجل إذا استفدوا من هاد الحالة هذه يعني ما تكونوش يعني كتير للسنسيبليته يعني اللي قال لكم مش حاجة تطيق بها ولا تخلي واحد يسيطر لك على العقل بطرق جهنمية لا خصوصا يعني لحد الآن تقول أنا ما عرفتش كيفاش أنا علاقة هي مدر تتشح جمعه ولكن كانت هي علاقة أميكال ولكن تحتاط من هذه القضية لأن حالة خطيرة جدا علش يعني هاد السيدة قامت بهذا العمل هذي وربما كما قلنا يعني هل كانت تجي حالة اكتئاب هل يعني تتبحث على شي علاقة غرامية هل تتبحث على لأن كثيرة الحساسية سيجيستي من كثيرة الإيحاء يعني ياسمتو ربما هات الصفات هذه وما اللي خلوها تدخل في هذ المصيبة العظمى ندر نتمنى فهمت بهذا الحال تمنى تشاركونا في فيسبوك دكتور بن يشوف في يوتيوب دكتور بن يشوف انستاغ دكتور بن يشوف تيك توك دكتور بن يشوف موعدونا كل يوم اثنين كنتي بغي الفحص طبعا يعني في الطيب النفسي في الطلابات الجنسية في العلية السلوكي والمعرفي في المخضينات في التدخين وفي الطلابات النوم إلا كنتي بغي الفحص تقول لي أوكي بغيت الفحص شكرا او لا شكرا لكم وادام الله عليكم الصحة والعافية